تخطيط في ظل الأزمات أنا بتصوري إحنا لازم يبقى ده اللي احنا بنفكر فيه طيب حطينا الكلام ده في الاعتبار وضع بقى مصر شكله إيه خلاص الأزمات دي خلاص إحنا هنعترف إن إحنا عايشون في منطقة كلها أزمات وضع بقى مصر اقتصاديا إيه إيه الوضع اللي احنا فيه إحنا مفروض إحنا لدينا كذا مشكلة مشكلة الأولينية وأنا هقولها أولينية أكتر من أي حاجة تانية مشكلة التنمية البشرية التعليم قطاع التعليم عندنا محتاج إعادة نظر جزرية هاي هكتقصودي التعليم التعليم المدرسي المدرسي التعليم الجماعي بس المدرسي هو التأسيسي هو اللي أنت بتأسس في الطالب صحيح فما ينفعش إن إحنا يبقى عندنا مثلا 50 ألف مدرسة حكومية أو حاجة زي كده والطالب أعدد الطلاب في الفصل كتير والمدرسين بيتغيبوا كتير تطوير المناهج ده جزء تدريب المعلم جزء مهم جدا إن المعلم يأخذ المكافأة اللي هو يستحقها لأنه ده بيعلم الأطفال ويبقى لازم يبقى قدوة لهم ده جزء مهم جدا لازم يبقى فيه برامج تدريبية لكده وبعدين ما نستقلش بالمعلم المعلم ده لازم ياخد مرتب نحاول لحضرتك حاجة المعلم في ألمانيا بياخد مرتب أعلى يمكن زي أستاذ الجامعة طبعا أستاذ الجامعة بياخد مرتب محترم يعني عشان هنتكلم على أستاذ الجامعة كمان فالمعلم في ألمانيا بياخد مرتب أعلى من ناس كتير التاني خالص لأنه معارفين إن ده اللي مسؤول عن تأسيس وتربية وتعليم الأطفال والبذرة اللي انت بترميها في الفترة دي هي دي اللي بتديه لك طفل أو شاب أو إنسان متعلم بجد بجد وده بيحصل مثلا بسمعني ده في ماليزيا مثلا وفي سنغافورة أيوة طبعا أنا هقولك حاجة دكتورة أنا مرة كنت في الزيارة في ألمانيا من عشرين سنة أو خمستاشر سنة عند واحدة صاحبتي إحنا تقريبا متربين سوا وأهلا يعني زي أهلي كده ناس أمرا يعني وبابا كان رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات بترول هو اللي بنت جوا فالمهم في الأول مرة شوف الراجل مهموم قوي فبقوله في إيه فلان فقالي أنا متضايق قوي فبقوله لي يعني فوراني جورنان جورنان في إيه إنه متهالي كانت كوريا بقت نمرة واحد في التعليم في العالم وألمانيا بقت مثلا نمرة خمسة طبعا دي حاجة بالنسبة للراجل ده مدقيقة جدا إزاي إن هم بقوا نمرة خمسة بعد ما كانوا مثلا نمرة واحد أو اتنين فيعني تراجع المستوى بتاهم مش إنه هم خابوا لكن في ناس عملت قفازات جامدة جدا فشوفي ودول من أعظم الدول في العالم لكن حاجة زي كده مدقيه إذا ما كناش نفكر مش نفكر نشتغل على تطوير التعليم بكل معنى كلمة التطوير من أول المدرس للمبنى للمنهج للتلميذ لتدريب المدرسين لمرتبات المدرسين دكتورة دوريد ده أنا كنت بسمع قريب إنهم بيدوا للمعلمين بالساعة بيدوا بيتعاقدوا معهم بالساعة فعش المعلم طول عمر المعلمين دول ناس لهم مركزهم يعني مدرس دائم في المدرسة بالزابط وبياخد مرتب لازم يكون محترم موضوع التعليم فعلا زي ما حريك بتقولي مهيم جدا بقى أنا حطه نمرة واحد ووراه على طوله أو زيه الصحة الصحة لأن الإنسان العليل المريض مش هيقدر يديه مش هيقدر يشتغل كويس مش هيقدر ينتج كويس فحطينا دولها لجنب الاختصاد بقى نفسه الاختصاد نفسه البلد إحنا بلدنا فيها إمكانيات كويسة بمعنى أنت دولة اقتصادها متنوعة عندك قطاع زراعة عندك صناعة وصناعات متنوعة وعندك خدمات متنوعة مين اللي بينتج المنتج الأساسي في كل هذه المجالات هو القطاع الخاص المنتج الأساسي القطاع الخاص مين اللي بيصدر القطاع الخاص يعني قولاً وحيداً مين بيصدر في مصر باستثناء الغاز والبترول مين بيصدر أي حاجة في مصر القطاع الخاص القطاع الخاص بس طيب القطاع الخاص لما يكون بيصدر مقيمة و 40 و 50 مليار دولار هل ده رقم مقبول بالنسبة لدولة في حجم مصر؟ لا بصي على تركيا هذا المقام أضعافه؟ طبعاً بصي على السعودية بيصدروا أكتر منها يعني ومفروض إحنا اقتصادنا متنوعة أكتر من السعودية بكتير طب ليه إحنا مش بنده زيهم ومش بنده أكتر منهم؟ لأن القطاع الخاص مفيش حوافز كافية بتروح له مفيش تسهيلات في عمليات ممارسة النشاط بحيث أن القطاع الخاص يشتغل كويس مفيش نفاذ للبنوك والاقتمان بالقدر الكافي بحيث أن القطاع الخاص يشتغل كويس فلازم نشتغل على الجزئية دي ده مهم جداً والحقيقة يعني احنا عود له بعد هذا الفاصل يعني حيك بتتكلمي على التعليم عن الصحة على عطاء القطاع الخاص في المجال الاقتصاد في المجالات كلها مفيش تسهيلات في المجال مفيش تسهيلات في المجال